شارك وزير الخارجية سمح شكري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا حيث نقل تحيات الرئيس السيسي للحضور والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة وأوضح وزير الخارجية في كلمته على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة لتقاع عصي حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إيها ملتقاء الحوار الليبي وطلب شكري أيضا بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المصار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزها عن السعي لتحقيق مصالح شخصية وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقا لإرادة الليبيين